مجلس النواب في المرحلة الأولى ثم لسه عندنا الجولة التانية اللي يكتمل بقى غرفتي الديمقراطية بسمية غرفتي الديمقراطية لمصر يمكن غايب عننا مجلس الشيوخ فترة ولكن راجع باختصاصات حقيقية تفيد المواطن المصري وتفيد حياة المصريين بتنطلق منها بقى التشراعات المعنية بتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين وتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة كمان تشراعات اقتصادية واجتماعية لصالح المواطن المصري احنا تابعنا في اكتر من حلقة دور المجلسين وازاي نقدر نفرق في الاقتصاد بين الاتنين هل لسه هنستمر في الاقتصاد بالنسبة لمجلس النواب للنائب الخدمي ولا هننتقل لده هل اعضاء مجلس النواب هيتفهموا دور اعضاء مجلس الشيوخ داخل البرلمان ولا لا دور مجلس الشيوخ مهم جدا عشان كده معنا دكتور سهير عبد السلام استاذ فلسفة السياسة وعضو مجلس الشيوخ بالتعيين بالتعيين هننتفرق معايا كتير جدا وانا بتكلم لان هو استكمال الاختصاصات احنا عايزينها داخل مجلس الشيوخ فطبعا دكتور سهير من المعانين منقبل سياد رئيس عبد الفتاح سيسي ومنورنا في صباح الورد صباح الورد يا دكتور صباح الخير زي حضرتك مسئولية كبيرة راحت على حضرتك انا عندك اعباء كبيرة جدا اعباء اكاديمية واعباء سياسية في مناصب كتير حاجة تولتيها ولكن في مجلس الشيوخ الاعباء مختلفة تماما جاهزة؟ اكيد جاهزة اوه طبعا انا جاهزة من قبل حتى ما يبقى فيه مجلس الشيوخ انا كان حلم بالنسبالي ان يبقى في مصر مجلس حكماء يعني وده متوفر جدا في مجلس الشيوخ صحيح ايك اخترت التفسير الصح للمجلس الشيوخ بالزبط لان احنا محتاجين حد يجمع ما بين كل الاختصاصات المختلفة ما بين الوزارات المختلفة يبقى فيه الفكر اللي بيربط الرابط اللي هو في النهاية بيصبه في مصلحك المواطن والوطن صحيح انك تحط فكرة او خطة او برنامج عمل تقترحه ويتم الموافقة عليه ويرفع الى البرلمان او السيد رئيس الجمهورية ده عمل عظيم جدا احنا فعلا محتاجينه يعني الموضوع مش زي ما بيقوله مش تشريف ولكنه تكليف صحيح حاسس ان ممكن بقلمك تعمل حاجة لمصر دي في حد ذاتها لها قيمة كبيرة شخصيا عني التلتمية العضوى دكتور سهير قادرين على يعملوا حاجة بتقوليه يعني حاجة اكيد لسه ما عارف ما عطوش مع بعض كتير ولكن قادرين انهم يصبوا في الاخر في مصلحة المواطن هو فيه منهم كتير من الاعضاء لهم خبرة سياسية صحيح وكان لهم قبل كده اعضاء مجلس شورى او اعضاء مجلس شعب او عمل سياسي بوجه نعيم وفيه طبعا وجوه جديدة واكاديمية لسه ما مرسلش العمل السياسي صحيح لكن طبعا مع الممارسة هم عندهم الخبرة اللي يقدروا بيها يندمجوا مع المنظومة وعندهم الافكار اللي ممكن يفيدوا بيها المجلس عايز سهل على المواطن شوية انت بتقول لي احمد ان مجلس الشيوخ ومجلس النواب هيسهل على حياتنا ايه الموضوع ممكن اشرحها مع الدكتور كده ببساطة قانون في مجلس النواب محتاج انه يتعمل هو مشروع قانون الاول فبيروح لحضراتكم حضراتكم بقى بتصيغوا لوائح داخلية وبتصيغوا مواد كتيرة اللي تستفيد بها المواطن بتسرعوا اولا في تشريع القانون اللي يرجع للمجلس والحاجة التانية انك بتزوده كل ما يفيد المواطن انا فهم صح؟ هو ده حقيقي بس هو كمان احنا بندرس القانون نفسه لان قد يكون هناك فيه صغرة عين تانية على القانون مع الناس اكثر تخصصا ومهتمين بالموضوع بعده في مجلس الشيوخ فبيبقى فيه دراسة ادق للقوانين لان ممكن جدا القانون يبقى فيه صغرة صويرة ودي بتقدي الى نتائج مش كويسة على الفترة البعيدة فبيبقى لازم دراسة مجلس الشيوخ كعين اخرى يعني دكتور سهيروى داخل مجلس الشيوخ اكيد في دمخة مجموعة من القوانين او مجموعة من الحقوق عايزة تجيبها المواطن في سياقة قوانين وتشريعات ايه اللي في دمخك؟ انا مهتمة جدا بالجانب الاخر من الحياة وهو جانب الوعي والثقافة تزعى او تقول لي المرأة لا لا دي حقيقة انا مهتمة بالجانب الاخر الجانب الروحي والمعناوي والوجداني اللي احنا اهضرناه سنين طويلة ونتج عنه المشكلة الاخلاقية اللي حصلة في المجتمع مش اكتعناها بس المجتمعات كلها لان معظم المجتمعات الحديثة اتجهت نحو الامكانات المادية نحو التطور التكنولوجية نحو انما الروح والشخصية والهوية والانسانية اللقي والقيم الاخلاقية كل دي حاجات احنا اهضرناه ازاي تعيد بناء الانسان لان ما فيش تقدم بدون انسان التقدم مش اقلع وعمره ما كان قال ازاي تعيد بداء الانسان ازاي تخلق توازن نفسي لكل انسان في العصر الحديث عملية هدرت سنين طويلة بناء الانسان تفهمه او دكتور حيك بتحكيلي هو صحة وتعليم لو انا فهم صحة هتشغل على دول ولا حيك بتكلم على ايه تحديدا لا هتقول تعليم هو صحة مجل تاني انت بتهتم بصحيته انا بتكلم على الجانب البعانوي والنفسي التعليم الثقافة الاعلام كل ما له التضامن الاجتماعي كل ما له علاقة بصحة نفسية للانسان ازاي تشكل شخصية سوية تديها للمجتمع ما يفسدش يصلح يعني انت بتتعرض لتعهديات جمع جدا كتيرة جدا في العصر اللي احنا فيه خصوصا مثلا ثورة التساط والمعلومات فكرة الاعلام الجديد والسوشيا الميديا والكلام ده طب انا عندي انسان انت اديته فتحت له العالم كله هو احنا كثقافة امتى نقدر نقول اننا انفتحنا معنناش تاريخ يقول اننا انفتحنا على العالم فجأة فده خلق تحديات كتيرة تجاه الانسان الحديث مش بصف وقصوصا نحن مش مؤهلين لاكتزاب الصح من الغذوات اللي بتجيلنا ازاي بقى تقدر توصل الانسان ده انه هو يميز وينتقي وازاي يقدر يحلل النص اللي بتعرض عليه او الرسالة اللي بتجيله عن طريق السوشيا الميديا ازاي يحلل مضمونها ازاي يتأكد من مصدرها كل دي حاجات لازم نعلمها للمواطن اذا انحقك دخلة في مجلس الشيوخ هتشتغل على جهات معينة هيبقى عينك على ملف الاعلام عينك على ملف الثقافة هتشتغل معهم ازاي بأعداد مثلا مع الوزراء المعنيين للملفات دي ولا هتشتغل معهم ازاي هو طبعا كلجنة انت مفروض تحط سياسات يعني لو فيه لجنة هاشترك فيها فمفروض تحط سياسات للتطوير على فكرة انا شايفة ان مجال الثقافة ده من اهم المجالات الانسانية في الدولة وهي يعني عنوان تقدم الشعوب وفي الوقت ذاته وهملت لفترة طويلة بالزبط وفي الوقت ذاته هي الحفظ التراص وهي هويتك انت ايه مقارنة بالاخر فدي محتاجة شغل كبير جدا ويبدأ من القاع المجتمع لغاية القمة قاع المجتمع ممكن كتير من اللي بيسمعونا ما هم مش مؤهلين يا دكتور سهير ان هو يوصل لثقافة مرة واحدة هو عايز محبو أميه الأول وعايز تعليل ثم وصولا لتعرف فيه تراصنا وهويتنا وثقافتنا هو أنا طبعا هي الثقافة مستويات انت الثقافة موروث انت هتعلمه انت بتحييله الحرف مثلا التراصية بتاعته احنا عندنا في كل مدينة وفي كل القرية فيه حرف تراصية اهدرت واهملت لا ده نقدر ادخلها بطريقة فيها تقنية وفيها تكنولوجيا واخليها ينتج ينتج هذه السلعة ازاي احافظ على الحرف التراصية ازاي اعلمه فن ازاي يسمع هو الرجل الامي والجهل ما كانش بيسمعه مكلسوم وهو بيسمع الموسيقى ازاي اخليه يرتقي بوجدينه الفنون الشعبية اللي في كل مجتمع لازم تنمى وبعدين انت في كل في تغطية لكل المحافظات ولكل المناطق هناك قصور للثقافة موجودة في جميع المحافظات وان كان بعضها اغلق في بعض المحافظات بتحاول دكتورة اي ناس ترجحهم تاني بتحاول دكتورة اي ناس ترجحهم تاني فاحنا عايزين نهتم مبدأ لانك ده الجانب الوحيد اللي فيه جزء معناوي ونفسي للانسان عضو مجلس الشيوخ يعملها ازاي ده يا فنديم يعملها من خلال اللجنة مزحاجة بتقولي مثلا خل ورقة عمل مثلا فيها بعض النصاحة والارشادات اللي اشتغل عليها الوزير المنفذ ولا من خلال ضوابط توضع بقوانين وتشعاعات في تصوري ان احنا عمل مجلس الشيوخ هو عمل مزدوك اول حاجة انت بتقوم بما تكلف بيه من موضوعات ما يحال اليك من رئيس الجمهورية وما يحال اليك من مجلس النواب ده امر الامر التاني هو انك تبدأ تضع استراتيجيات متطوعا مع اللجان المشكلة اللجان دي لازم تشتغل في حاجة مفيدة للبلد انتقاد خمس سنين لازم تقدم شيء جديد هتنضحموا يا دكتور والله بالقوانين اللي هتجلك وده مجلس النواب اللي فات هعامل عليك وعبء لقوانين مرحلة كتير جدا ممكن بقاش عندكو الوقت ولا هتخلقوا الوقت برضه ولاي انا لقيا ان في حماس وان الناس عندها استعداد تشتغل ليل مع نهار ناس كتيرة وبعدين لما بيجي في المناقشات وبنبدأ نتكلم كده ان فعلا انا شخصيا مهتمة بوعي الانسان واسقافته بلاقي ناس كتيرة مؤمنة بنفس القضايا وبتدفع معي عنها ومتحمسة جدا انهم يقدروا يعملوا تاني ممكن تبقاش عارفة ازاي فحيك تزود لهم بقى انها تتعامل ازاي لا هي واضحة هي واضحة بالنسبة لنا في حدود سلطات المتاحة لنا اننا نقترح احنا ممكن نناقش يعني مجلس الشيوخ يناقش الوزير هو ما بيعملش طلب استجواب ولا طلب احاطة وانما ممكن يجيب المسؤول يناقشه للعلم للاستيضاح فاذا كان ناقصنا معلومات ممكن نستضيف وزير من الوزراء عدة وزراء مسؤولين ونناقش معهم كيفية النهوض بهذا الجانب ايه من القوانين لمجلس النواب الحقيقة عايزة نشتغل عليها على طول كالليجان لان قوانين تأخرت فيه قوانين متأخرة مثل زي قانون المحليات انا عرف الحقيقة ليه باع برضو في المحليات او قانون التعليم يتأخر شوي ايه من القوانين يلا هتوها بسرعة عشان نلحق نخلص طبعا كل القوانين المستجدة اللي نتجت عن مثلا التعليم عن بعد نتيجة وجود فيروس كورونا طبعا هو ده دي كلها تشريعات عايزة تشريعات جديدة لان انت بدأت تتعلم عن بعض وبدأت مش بالضروري يجي محاضرات بدأنا نفس الانتساب عن الانتظام ونعمل محاضرات دي كلها حاجات يعني مش متبقى لنفس القانون بتاع تنظيم الجامعات اللي كان موجود قبل كده ومحتاجة تطويرات جديدة لو دكتور خليت سممها يسمى بتعليم الهاجيني لو بين ده وده اللي بيجي يحضر وبرضو نفس الوقت اونلاين ده ملوش مواد في القانون يا دكتور لسه لسه طبعا هو مكانش موجود فبحتاجت إذا كتقننه وده بحتاجت بسرعة طبعا لان هو ده اللي ماشي دلوقتي ومحتمل يستمر حتى بعد الانتهاء من وجود الفيروس لاننا فعلا محتاجين نتعلم عن بعض ومش بالضرورة نعمل تكدس للطلاب داخل الجامعات ونقص المحاضرات ممكن تتخذ عن بعض طب خبرة حاكي الأكاديمية وفي الدراسة كتير من أولئة الأمور وتحديدا في التعليم قبل الجامعي أن الدراسة أونلاين طول الوقت لا ما بتقديش الغرض شايفة إيه؟ هي ثقافة جديدة وهي محتاجة تبقى لها ثواب وعقاب وضمان لاشتراك الطالب يعني ما يبقاش الطالب بيدخل على الأونلاين وبيقوم يعمل أي حاجة وهو بس ثابت حضور لأ أنا لازم أتابع ده وأتأكد بالفعل أنه موجود ويبقى بيكلمني صوت وصورة وأبدأ أشرح له وأبدأ أنقش وعمله امتحانات يعني الحكاية مش أني أعمل تسجيل لمحاضرة وبعايتها له وخلاص على كده لا لازم يقف فيه تواصل وتقييم تغيير ثقافة طالب بس ولا طالب وأستاذ ودكتور طالب وأستاذ وأهالي لأن الأسرة نفسها لأن الأسرة نفسها يا شايفة الولد بيعمل إيه هو ما فيش حتة المسئولية الاجتماعية يعني إحنا أن الكل واحد يبقى عارف إيه هو مفروض يعمله ويعمله أنا مفروض يا دكتور برضو ما أنا عايز ابني ياخد التأدير لأربع سنين عشان معها تأدير مثلا جايد أو جايد جدا أنا عارف أشغاله وفي نفس الوقت عايز ياخد السنوانية عامة يجيب أعلى درجات شاني أخش الجامعة ده مفروض عند كل هالي تغير الثقافة بتاعت أنه لازم ابني وأبو تفوق على فكرة دي حاجة أولا بتسبب أزمة نفسية للولاد ثانيا بترهق الأسر لأنك باستمرار بتنفق كارسين ودي يبقى مجموعة أعلى عملية مش مجدية أنا عايزة إمكانيات الحققية الإبني يعني أنا بفضل أشحن فيه أشحن فيه في الآخر هو بيبقى زي البغبغان أو زي الجهاز الكمبيتر مجرد بيخلص ده بينساكل بالضبط بينساكله وما اكتسبش مهارة الحصول على المعلومة هو بياخد المعلومة جاهزة وينزل يفرّها في المحان وخلاص فإزاي تنمي مهاراته احنا محتاجين لده ومحتاجين يكون كل واحد على قدراته الفروق الشخصية ما بين الفروق الفردية مهمة جدا وبعدين مش شارطة أكون مبدع في العلم أنا ممكن أكون مبدع في الفن يشتغل عليها مين الفن؟ مقايم وهو الدكتور ولا يشتغل عليها وليه الأمر؟ البداية الأسرة البداية الأسرة أن أنا ابني مبدع في إيه وأشتغل عليه أن الحياة بالنسبة للطفل مثلا أو بالنسبة للمراهق ممكن تكون زي اللعبة يعني أنا مش بالضرورة أمنع ابني عن كل حاجة المذاكرة هو تكليف في وسط مجموعة من التكلفات الأخرى أو مهمة في وسط مهمات أخرى وإزاي بتبقى حياته حلوة أنا بقهره باستمرار نفسيا ومعنويا ولازم تجيب مجموعة كبيرة ولازم تجيب أحسن من فلان ولازم تجيب كل ده ده كل اللي بتألف كل الأسر بيخلق إنسان غير سوي نفسيا طبعا هكتب وراء حضرتك عشان فيه بعد كده لقاءة تانية هراجع وراء كده أول ملفات هو قانون التعليم حقيقة مهتمية بي جدا مشغولة بي جدا طب إيه تاني من القوانين المحليات مثلا شايفة المزل نقار المحليات لازم وضروري جدا وجود المجالس المحلية لأن المجالس المحلية دي مجالس المحلية منتخبة منتخبة أخر مجالس المحلية منتخبة لأن هي دي اللي حترفع العباء عن عداء مجلس النواب صحيح لأن عدو مجلس النواب هو دوره خدمي يعني أنا بعمل الخدمات مش كفرد علي إنما أنا بعملها علشان علاقتي بالمواطن يعني هو دوره تشريعي رقابي إنما بعمل خدمات عدو مجلس النواب أو عدو مجلس الشيوخ لاكتساب ثقة المواطن والتواصل معي لكن لو المجالس المحلية موجودة بيبقى هي دي اللي موجودة في كل حي في كل محافظة بتنقل مشكلات الجمهور مشكلات البنية التحتية الشوارع الطرق صحيح خدمات اليومية اللي بتقابل كل مواطن آه كل المشكلات والمعوقات اللي موجودة فهو بيبقى بيوصل ده للمسؤولين فبيشيل عبق كبير عن مجالس النوابية ده بالإضافة إلى إن الناس دي بتبقى بعد كده النواب اللي ممكن منها نعمل مجالس بقى يبقى عداء مجلس نواب عداء مجلس شيوخ لأنه بيكون اكتسب خبرة العمل السياسي غريبة جداً نقاعد قدام سيدة قامة كبيرة جداً في مجالات كتير ومكلمتنيش لحد دلوقتي على قولين تخص المرأة ولا شايفة إن المرأة خلت حقها خلاص معها كده السياسية المراتي بتتمتع بيها نصيراً للمرأة جداً فأجلة قونين المرأة إن هي شايفة إن هي مقدة حقها كده كده هو طبعاً المرأة حصلت على كثير من الحقوق والإنجازات عد الرئيس عد فتاح السيسي دي حقيقة وكتبت المرأة 25% في البرلمان وفي مجلس الشيوخ 10% فدي الوزارات 8 وزارات وكثير من الإنجازات الحقيقة لكن أنا مش بركز على قضايا المرأة لأنه دايماً بينظر لعضو مجلس الشيوخ أو العضو البرلمان المرأة إنها ستختص بقضايا المرأة هي عضو عن الشعب المصري كله ليس فقط عن الدائرة التي تمثلها ولا عن الفئة التي تنتمي إليها كمرأة هي مهتمة ومهمومة بكل القضايا الوطن في أي مكان فمش عايزة أبصلها من منطلق فئوي أنا عايزة أقول يمكن الناس بتبصلها يا فندم عشان أنت مرأة فحس بمشاكل المرأة أكتر وهي زي ما قلت حقيقة أهدرت حقها في أوقات كتيرة جدا فمسلا قانون الأحوال الشخصية هتشتغل عليه مثلا هتضيفي لي في أثناء اللجنة مثلا الداخلية في مجلس الشيوخ إنه عايزين نعدل أو نحط ليحة جديدة أو نحط مادة جديدة مثلا فيها ولا مش تشتغل عليه والله هو قوانين الأحوال الشخصية فيها كثير من الصغرات اللي ممكن تتحل أولا إطالة الفترة بتاعة القضايا والتقاضي مفروض أنها تختصر مفروض أنها تكون سرية كاملة لأن دي بتنس مصالح أسر وأولاد وأجيال وده حق من الحقوق يعني سواء كان طلاق أو سواء كان نفقة أو سواء كانت أي فكرة من أفكار الأحوال الشخصية هي حق شرعي ومشروع يعني مكفول لكل إمرأة فما فيش ما يبرر إن إحنا نشاعر بيها أو إننا نفضل نعلن ده تبقى في سرية وفي كتمان وبطريقة إنسانية أن نحفظ للمرأة كرماتها في الأسرة وفي أمام أبنائها في كل المجالات ده موضوع مهم جداً الحقيقة برضو وزارة التضامن عاملة مشروع مواد ده والمشروع ده برضو ناجح جداً وقوي جداً هو بيمرن البنات والولاد إزاي يقدروا يعملوا أسرة إحنا محتاجين قبل من سن القوانين إزاي نتطلق لا إحنا محتاجين نقول للناس نعمل قمعية نجوز إزاي أصلاً آه نعيش إزاي مع بعض هو زي الجواز ده أنا مش داخل حعيش قصة حب هو مش قصة حب بس هو مؤسسة كاملة بتدار اقتصادياً بتدار اجتماعياً لازم يبقى تربوياً تربوياً من كل المجالات هي مؤسسة صغيرة هي الخالية الأولى في المجتمع فبعد كده ما أقول مجتمع ما هو مجبوعة من الأسرة فزكاة الأسرة كويسة أكيد المجتمع هيبقى كويس لكن إزاي قدرها فده قمة مشروع مواد ده إن أنا داخل أأسس حياة إن أنا داخل أأدي قبل ما أخد إن أكون متعاطف مع الموضوع مساهم فيه مشارك بقدراته مش عايف لأدخل بحيث إنها هي اجتهادات سواء مشروعات ومبادرات وزارة تضامن أو دور مجلس القومي للمرأة بحس إن شعر مصري لا بيحتاج من القوانين أكتر اللي تنظم له ده كتير من المبادرات ممكن وأيام في حيات موجودة في الجامعة بتشوف المبادرة اللي بتيجي والوعظات بيجي واشتغلوا مع الطالبة بس طول ما هي اختياري ما بنروحش قوي أو ما بتغيرش الموروس اللي ببانى جوانا أما تبقى بقوانين منفزة أعتقد بتبقى أسرع ولا أنا فيهم غلط هو طبعا موجود القانون ده سواب وعقاب فبالتالي بيبقى ملزم صحيح في أي حاجة إنما فكرة المواد ده لازم هي تيجي بدافع شخصي من الفرد وعلى فكرة عليها إقبال كبير أو البلاد بيجو بس هو لنا محتاج له إن أنا أدرب الناس اللي بيدربه أكتر من كده أو يعني لازم الناس دي تبقى عارفة هي بتقول إيه اللي بنزلوا أصلا يعودوا مع الشباب أو ما تبقاش العملية فيها اجتهاداتي طب دي مين اللي يدربهم هيا برضو نفضل ماشيين وراء الحلقة دكتور هناخدين مين اللي هيدرب فعلا الوعيزات أو مين اللي هيدرب أصحاب المبادرة اللي بنزلوا يعودوا مع شبابهم وزارة التدامة الاجتماعية توفر لهم مدربين على مستوى نتاق واسع وعلى مراحل مختلفة متجددة مفروض لأن ده مشروعها فهي تجيب من الأخصائيين اللي قدروا يدربوا الناس دول تدريب جيد علشان لما ينزل يبقى عارف يبقى فيه حتى مادة علمية مشتركة ما بين كل المدربين يدربوا منها العوامل الأساسية يبدأوا يتكلموا فيها ومنسبة الملف اللي حاجة بتتكلمي فيه طول ما أنا بتكلم عن دكتور سهير هي مهمومة أو بالوعي والوعي بداية من الأسرة شايف أن الوعظات دول ينزلوا يقعدوا مع الشباب بتوعنا واليقعدوا مع إليه الأمر أصلا ما هو لو شايف أن البيت فيه حالة من التفكك أو حالة من عدم التناسق ما بين اللي بتقلي فيه الجامعة وما بين اللي بشوفه في البيت هيا فيه مشكلة فالمدربين يقعدوا مع مين لا هو إحنا هو طبعا يفضل أنه هو يبدأ مع اللي لسه ما بدأش حياته الزوجية إن إحنا بنكلمك بمفهوم مختلف سيبك من اللي انت شفته ده ومن تجارب سلبية لأنهم عندهم شوعي طب خلينا إحنا نبقى عندنا وعي أنه نبدأ التجربة دي نبدأ كده ده ما يمنعش أنه ممكن وفيه إرشاد نفسي واجتماعي للأسر ده موضوع تاني إنما أنا قصدي أعلم ده ووعيه قبل ما يبدأ علشان يبدأ صح صحيح ما تفرقت حكي على الاختيارات بالنسبة لمجلس الشوخ سواء المتين المرشحين سواء قايمة أو فردي والمعينين وشفت التلتمية في الآخر الرأي حكي إيه طبعا هو فكرة تعيين مية ده تلت المجلس صحيح والمقصود هنا إن زي ما قلنا ده مجلس حكماء مفروض إنه هو يكون له رؤية في كل القضايا والمشكلات اللي في موجودة في الدولة بكل أنواعها صحيح فده بيحتاج ده مش الدخلية بس ده دخلية والخارجية نسراح للخارجية ده رؤية أكيد والعلاقات الدولية صحيح والإتفاقيات والمعاهدات وكل ما إلى ذلك هذه القضايا تحتاج تخصصات مختلفة جدا الانتخابات قد لا تؤتي بتخصصات المطلوبة لأنه أنت بتطلب مؤهل جامعة الحصول على مؤهل جامعي فمش بالضرورة إنه اللي يجي لك يكون في نفس المجال اللي أنت عايز لما تيجي تناول موضوع من كل الجوانب فعشان كده تلتو معين لاستكمال الخبرات اللي نقصة في المجلس وتعينها وفي الوقت نفسه لو فيه فئات مهمشة في المجتمع أو ما بتقدرش تحصل تحصل على حقوقها بالانتخاب إنها تنزل في عملية انتخابية لا أنا حدخلك كاكوتا ممثلا للفئات بتاعتك مثلا لو فيه زوية احتياجات خاصة لو فيه فئة معينة في المجتمع مش مش بتقدر تحصل على حقوقها للمرأة في كوتا للمرأة كل ما هو يمكن أن يكون شكل من أشكال التمييز يتم حله من خلال التعليم أنا عارف حالك المتابعة جيدة للشرع السياسي عامة وكيف بتتابع العملية الانتخابية لمجلس وشايفها برضو ازاي وخلاص هي على وشك الانتهاء ولاي هو طبعا المشاركة دي مسؤولية والمشاركة دي ده جزء أساسي في حقوقك كمواطن يعني فكرة المواطنة هي أساسا أنك تشارك عشان أشارك سياسيا تتكلم علي أنا دلوقتي الأول كمواطن ما تتكلمش على المرأة تتكلم عن المواطن نفسه أنا أشارك في العملية السياسية ده حق الناس اتقتلت عشان توصله الناس عملت عشانه صراعات كتيرة جدا عشان تقدر تحصل عليه تاريخيا لازم تبقى عارف أنك خدت حق اكتسبته بالقوة أنك تكون مشارك سياسيا لما تقدر هذه المشاركة يبقى أنت تخليط عن حقوق المواطن لابد أن يكون عندك انتماء لوطنك وأنك تنزل تشارك بالفعل في العملية السياسية ما أنا مش فاهم يا دكتور أنا كمواطن مش فاهم يعني المجلس النواب مجلس الشيخ ده هو هيعمل لي إيه فهنزل ليه وضيع وقتي وخش فيه أنا ممكن أبقى عرضة ليه كورونا كمان مش فاهم ده هنا الوعي لا حاكمت بتتكلم عليه بس كنت هقول لك هو ده الوعي يعني إحنا محتاجين الوعي إنت بتعمل إيه إحنا عندنا شغل سياسي في الدولة رائع وعملاق يعني يحتاج أن المواطن يدركه المواطن لما بتقوله أنا هعمل كبري هو مش فاهم الكبري أنا هحكوا الكبري لا هتاكل الكبري هتاكل الكبري إزاي كبري ده وصل ما بين مدينة ومدينة أخرى هتبقى مدينة صناعية هذه المدينة صناعية تحتاج لبنية تحتية ومواصلات ونقل لتنقل البضاعة الخاصة بها لتنقل مستلزمات المصنع فدي تخطيط لتوسيع فساحل عليك الحركة المررية اللي كلنا كنا بنشتكي منها ما دي أبسط حاجة بالظر يعني ده أبسط حاجة نهابسط عليك الحركة المررية لنما هي وسيلة اقتصادية في المقام الأول لأن انت بتعمل أسواق واسعة جدا على مدن بعيدة مش هتعمل في وسط البلد لازم تربطها مين اللي يقول ده فاندم إحنا كإعلام هنا حاجة بتخطب الإعلام إنه هو يرفع درجة الوعي بالنسبة للمواطن في المشروعات القومية اللي بتتمقى وفي دوره وفي حقه وفي التصويت تموحاتي أكبر من الإعلام رغم إن الإعلام مهم جدا تموحاتي إن يكون ده من خلال مقرر دراسي من خلال نشاط الطالب داخل الفصل يعني أنا لما أجي أقول للولاد مثلا في المدرسة أو في الجامعة أعملوا لي بحث عن الإنجازات الاقتصادية في مصر من كعم كذا لعم كذا واسبهم هما يبحثوا لما يوصل للمعلومة بدفسه ويبدأ يعلق عليها تشوف حيجي لك كم إنجاز حصل ويتترسخ في دماغه أكتر ويتحسسه بوطنيته أكتر فكرة بسيطة جدا وممكن جدا تنمي وعي الطالب أفكار كتيرة ممكن تتعامل كأنشطة من خلال المناطق السياحية من خلال إنه هو الميديا بتاعته إنه هو يقدر يعمل فيلم منطقة حضرية أو ثقافية معينة في مصر هو الذي يصنعه فهو الذي يعرف قيمته ويظل ما تبقى من عمره يذكر ما فعله وهو لسه طالب انتماءا للوطن الأفكار دي أنا مش انتماء أزود الانتماء مش بإني أفضل أقوله انتمي انتمي والوطن 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 ولا تبقى مادة يا فندم ولا إنها مادة الكتاب لازم تذكره لا هي ممارسة وإن أنا أكتذب لمعترك الحياة للوطن نفسه للمواطنة نفسها ده في حد ذاته هو ده بداية المشاركة وبداية المواطنة أما بالنسبة للعملية الانتخابية إحنا في مرحلة مهمة جدا من المصدقية والشفافية صحيح أنا أجي أقول ده كلام شعرات إحنا دلوقتي عندنا اللجان مراقبة 24 ساعة بالإعلام الإعلام بيدخل في كل اللجان وبيشوف فيه قادي في كل اللجنة فيه يعني رقابة دولية أو متابعة دولية للعملية الانتخابية ما بقاش 88 جهة آه بالضبط فما فيش أي فراغ ممكن يحصل منه إن أنا أزور أو إن أنا أعمل الموضوع ماشي بشفافية كاملة طيب إنت بتقول فيه مرشح معين بيجي ليه بيجي وفي لان التاني ده ما جيش لأنك منزلتش وشاركت هو محدش بيجيب حد إنت اللي بيجيب وإنت اللي ما بتجيبش وحتقول وأنا قصدي حيأثر صوت واحد ممكن يفرق وصوتك وصوت غيرك هيكونه رأي عام يختار اللي هو عايزه أنا مش بفرد عليك حد أنا بحط لك عرض انزل اختار اللي أنت شايف أنه أفضل طيب أنا مش عارفهم أنا مش عارفهم هتجين نعرفهم كل واحد يعرف بنفسه في العملية الانتخابية الدعاية الانتخابية ده أفضل زي زمان يا فانت ما كنت عمل ببنامج انتخابي مثلا وعلىه على اللفتات ولا عمله عن طريق السوشال ميديا مثلا الجديدة أعرف نفسي إزاي لو أنا مرشح ليها ميط طريقة بقى يعني هي الحملة الإعلانية أننا ننزل أعود مع الناس أننا قادر أتواصل عبر السوشيال ميديا أن الإعلام التقليدي نفسه الوسائل الإعلام التقليدية تبدأ تعمل دعاية للفكرة نفسها للمفهوم نفسه بتعلي انتخابات أكتر من الشخصيات فهي عملية متكملة لازم كل الجهات ما بقاش دلوقتي كل وزارة تعمل في جزيرة منفصلة عن الأخرى خلص طبع فيه تضفر جهود ما بين الحكومة كله يتضفر مع بعضه والإعلان والتواصل مع المواطن لتوعيته والإعلام واختاره بما يتم في الدولة من إنجل الإعلام ملف جواك أول دكتور قلتها في الأول وعدتها بس شكلك هيبقى عندك من الضوابط والقوانين والتشريعات التي هتعملها في المجلس لضبط المشهد الإعلام ربنا يوص ربنا يوص دكتور صغيرة عب سلام أستاذ فلسفة السياسة وعضو مجلس الشيوخ نورت صباح الورد استفد من أراء حضرتك أكيد لنا لقاءات تانية إن شاء الله بإذن الله بعد الدخول في المجلس وكتير من القوانين اللي تم إقرارها بإذن الله شكرا لك صباح الورد خلصنا فاقتنا الأولى ولكن عندنا خبر هام استشهد أمس السيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أثناء إنقاذه لأرواح الركاب بمحطة مصرة بمتر وأنفاء شبرة الخيمة والغريب إن الشهيد عام 2016 هو برود بتعقيد أثناء خدمته في النقل والمواصلات وهو مأمور اسم الضواحة بمحطة مصر قام أيضا بإنقاذ المسافرين ولكن الله سلمه وأخرجه سالم مكتوب له بموته بدرجة شهيد والصورة دي طبعا للشهيد بنشتصاردها مع حضركم على شاشة أثناء قيامه بإنقاذ المسافرين عام 2016 بمحطة مصر رحم الله السيد اللواء ياسر عصر وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان ونحتسبه طبعا عند الله من الشهداء ونتقدم له طبعا بأسرة قناة تن وأسرة صباح الورد بخالص العزاء خلصنا فكرتنا الأولى هنروح لفاصل ونرجعنا نكمل بقى فكرة اشتركوا في القناة